عرفنا ان البنات ومعهم اقرم ومعتز وصلوا جزيرة الاشباح واللي شافوا في الجزيرة ما كانش يخطر على بال حد ويلا نكمل الحكاية بسم الله الرحمن الرحيم انت انسي ولا جان مفيش هنا انس كلنا اروح مظلومة في الدنيا واللي بيجي هنا بيتجنن من اللي بيشوفوه وانتي بقى روح طيبة ولا شريرة انا روح جوهرة لبنت المسكينة اللي حبت جزها وكانت بتغير عليه حتى من امه ولما الامور وصلت لمرحلة صعبة بينها وبين حماتها وازاي انها ترد على حماتها ولما الاهانة زادت او عن حدها جزها اختار امه وضحب جوهرة يعني معنى كلامك ان جزك قتلك يا جوهرة هي ريت قتلني مرة واحدة دقتلني كل يوم متمر ولما بدأ المرض يسري في جسمي ما تأخرش ان يكمل اهرة قلبي وراح تجوز علي ومش بس كده لا ده جبها كمان تعيش معايا في نفس البيت علشان امه تنتقم مني وتفرح فيا ساعتها المرض والاهر زاد علي والموت تملك مني ولما روحي الموت تكتب عليها روحي سكنة الجزيرة هنا ومستني يرجع حق الي معلش يعني اسمحيلي هو حقك هيرجع لك ازاي تكنيش مستني جوزك يطلع رحلة مثلا في الجزيرة الاشباح وانت تستضي هنا وتخدي حقك منه انا حق بيرجع من اي راجل انتقم منه واسخطه ارد واشوفه هو بيتقلم والناس بتضحك عليه اي راجل اي راجل انا سمعت معك سوت رجالة فين هم لا رجالة ايه دول اخوات البنات واحنا هنا لوحدنا وطبعا احنا ولاية زي بعض وانا طمعنا انك تساعديني قاعد الجزيرة دي على خير اساعدك مفيش حد هنا ممكن يساعدك المظلوم قلب قوي وعاوز ياخد حقه واصبح ظالم وانت دلوقتي بتظلم نفسك وبتظلم اللي معاك ليه بتقولي كده علشان بتقولي مفيش رجالة مع ان غضب يحل عليهم ودلوقتي حلم وهم بيتنططوا على الشجر ينهر مش معدي يعني ايه جوهر يا اختي ده احنا ولاية زي بعض وانا قلت ان الجدعو هتساعديني الرجال اللي معك اكرم ومعتز اتحولوا لقرود ولو عايزة ترجعهم تاني لازم تحرر يروحي من الظلم وتقرأ علي تعويزة السماع يا لهوي يا نسمة يا اسمة وجرات هنا تدور على اخوتها البنات وخيف عليهم ومنخف عليهم ماهتمتش الكلام جوهرة لكن اللي حصل ان الجزيرة كبيرة جدا وكل واحد منهم رجلي خدته في طريق ومع تردد صوت هنا في الجزيرة وهي بتنادي على اسمة ونسمة والصوت الارواح اللي بتتعذب اللي كرها البشر وكرها الحياة بتزيد والخوف والرعب من المجهول بيزيد وبعد ثواني رجعت نسمة ومعها اسمة وبيدوروا على هنا الحمد لله انكم بخير كنتوا فين وجعت قلبي احنا بقلنا اكتر من ساعتين بندور على اكرم ومعتز تصوري لفين عليهم الجزيرة كلها وملهمش اثر بلش تايبي نفسك اكرم ومعتز جوهرة خسقطتهم قرود يا لهوي مين جوهرة دي كمان استني بس يا اسمة مش مهم من جوهرة المهم يعني ايه سقطتهم قرود ولسه هنها تبدأ تحكي شافت اردين بيقربوا منهم وبيتكلموا تمام زي البشر شفت اللي حصل دي لعنت مين اللي حطت علينا دي لعنت جوهرة مين جوهرة دي كمان واحنا كنا عملنا ايه لكل ده هو احنا الحيط الميلة في الكثير دي يا جماعة جوهرة دي روح مظلومة بتنتقن من اي راجل تشوفه او يدخل الجزيرة والله لما سألتني انت معك رجالة قلت لا احنا بنات وبس مش عارفة ازاي عرفت انكم موجودين على الجزيرة والله دا لو بتكلمي خدمة العملاء بتاع فودافون بتعرف انت طبخة ايه النهارده ايه بقى عايزة عفريتا ما تعرفش ان كان في رجالة هنا ولا لا يا زكية توصدي ايه بكلمة تكلمي خدمة العملاء ممكن توضيح اكتر؟ يا معتاز خدمة العملاء شبكة فودافون دي كمان ما تعرفهاش؟ اقسم بالله ما اعرف حد بالاسم ده سوري فودافون دي شبكة تلفونات بس التلفون بعد ما كان قرصه وسماعة ولا تكونش محبوس من قبل التلفون اساسا لا طبعا انا عارف التلفون والتلفزيون والراديو كمان ما شاء الله مثقف بقى انتو في ايه ولا في ايه؟ انتو خلاص ما فيش احساس محدش واخد باله من المصيبة اللي انتو فيها الاساسة بقى اقرد ولازم ارجع لجوهرة علشان اعرف ايه طلبتها بس بسرعة يا هنة شوفي حكايتها ايه دي كمان ورجعت هنة الجوهرة وهي خايفة منها ومرعوبة وبتطلب منها العفو والسماح يا انسية انا ليه طلب لو ادرسي تنفزي هيكون لك الحق تطلبي اللي انت عاوزا ايه هو الشرط انا تحت امري تحرر روحي من الكره وحب اللي انتقام وتبعدين عن جزيرة الاشباح واللي فيها طيب ده وعمله ازاي؟ السر كله عند مارد الاعوار يا لهو علي وعلى سنيني من مارد الاعوار ده كمان مارد الاعوار هو اقدم شبح في جزيرة الاشباح وما فيش حد يقدر عليه للي يقرأ تعويزة الصفح والسماح والتعويزة دي ضيع من سنين وسنين اللي يلاقيها يبدأ يقرأ علينا وجميع الارواح هتتحرر من ظلام جزيرة الاشباح والارواح المظلومة هتسامح وترجع تنم في سلام والارواح الظلمة هتطلب العفو من البشر وترجع جزيرة الاشباح تخضر من تاني والشجر الميت تدب فيه الحياة من تاني يا رب جد ده يبقى اجمل عمل ممكن نقوم فيه بالرحلة دي بس دليني ألاقي فين التعويزة دي؟ الحل عند مارد الأعور هو الوحيد اللي يعرف مكانها لأنه هو اللي دفنها وطبعا مش معقول أن يعرف طريق التعويزة لأن من مصلحته أن الأرواح كلها تفضل تحت سيطرته ومن تاني ممكن يساعدنا غير الأعور ده اسألي ديمونة تمام قوي عن إذنك بقى اطمن على صحابي واستأذن ديمونة من نزول الليل مع السلامة يا إنسية ياريت يكون تحرير أرواح جزيرة الاشباح على إيدك ورجعت هنا الأصحابها وبلغتهم بكلام جوهرة وكل دلوقتي قاعد يستنى نزول الليل وظهور ديمونة خادمة الخريطة يمكن يلاقوا عندها الحل ويعرفوا مكان التعويزة وأسمه بيت يانسما الواد أكرم ده كنت حسن جنتي القوي بس تقولي إيه قليل البغت يلاقي العظم في الكرشة يا خايبة يعني يوم ما تحبي يبقى راجل من العصور الوسطى وبتمر ساعة الليل الطويلة وكل ينفتح حيونه مستنى ظهور ديمونة لكن في لحظات الكل بيغلبوا النوم وبتفضل هنا صحية وفي اللحظة دي بتظهر ديمونة عاوزة إيه يا هنا ليه مصر أنك ترجعي الشبان لحلهم الطبيعي أنت قلبك طيب زيادة عن اللزوم والكلام ده هيخصر الكتير قوي واللي جاي رحلة بحث عن كنزة أمر الزمان مش بيفرق معه مشاعر ولا إنسانيات يعني أنت أصدقى سيب الشبان دول أرود واخد أخواتي وامشي للأسف ما ينفعش تسيبهم دلوقتي لأنك وعدت جوهرة أنك تحرر روحها وبكرة هتحرر جميع الأرواح الموجودة في الجزيرة فعشان كده لازم تلتزمي بوعدك طب خلاص أنت عندك حق الرجال دول أصلا ما لهمش لازمة وعلى فكرة بس نعدي من الجزيرة دي وهيكون في حسابات تانية خالق خلاص يا إنسية تعويزة موجودة تحت الشجرة الحنونة مدفون صندوق كبير فيه التعويزة دوري على الشجرة في أطراف الجزيرة وحفوري تحتها هتلاقي الصندوق وساعتها قرأ التعويزة بصوت عالي يرجى أجواء الجزيرة ويا رب يكون تحرير الأرواح على إيدك يا إنسية ديمونة قبل ما تمشي عرفين لمكان الشجرة الحنونة دي ما عنديش أوامر بأكتر من كده يا إنسية الجزيرة ملكك لمدة يوم وليلة لو ملقتيش الشجرة والتعويزة تهرب بسرعة من الجزيرة وتاخد إخواتك البنات والشبان تسبيهم لنصبهم واختفت ديمونة ونادتها نعلى أخوتها والشباب إلحقوا يا جماعة إحنا في مصيبة أكبر وأكرم يا ساتر يا رب مصيبة إيتاني أكتر من اللي إحنا فيها ديمونة بتقول مكان التعويزة في صندوق مادفون تحت شجرة اسمها الشجرة الحنونة وما قالتش شكلها ولا مكانها بس من اسمها عرفها ومعتز طيب الحمد لله إني في حل فين بقى المصيبة اللي بتقول عنها المصيبة هي إننا قدامنا يوم بليلة نلاقي فيها الشجرة ونقرأ فيها التعويزة ولو مش عرفنا نوصلها لازم لازم إيه يا هنة اتكلمي لازم أهرب أنا والبنات ونسيب كل نصبكم يمكن حد ييجي بعدنا ويقدر يحرر الأرواح ويفك السحر عليكم يا رب معنا يا رب يلا يا بنات كل واحد في جهة الكل يدور على شجرة يحس إنها هي الشجرة المقصودة واللي يلاقي حاجة ينادي بأعلى صوت وكل ينا نتلم حواليه الجزيرة مش كبيرة قوي إننا نكون مع بعض وبدأوا الشباب والبنات يجروا يمين وشمال وكل بيدور على الشجرة الحنونة بعد أكتر من خمس ساعات بحس الكل سمع صوت صريخ أسمة وصوتها كان عالي كأنها بتستغيص يا ترعيه اللي حصل لأسمة في جزيرة الأشباح كل ضو أكتر هتعرفوه في الحلقة الجاية والأخيرة انتظرونا دومتم سالمين شوفكوا في أمان الله وقبل ما تمشوا تنسوش تدعمونا بلايك والشير والاشتراك في القناة وتدعموا قناة قصة مع فينجان قهوة دومتم سالمين شوفكوا في أمان الله سلام